نرحب بكم مع أعزائينا متابعين جارية البلاد عبر برنامج سوالة في رمضانية ولو راح نصدف فيه إن شاء الله الإعلامية عبير مفتاح عبير حكمة أو مثل تأثرت فيه؟ حكمة أو مثل طيب نقول حكمة لكن حكمة أثرت فيه نوايد كنت أخذها بصياغها الأصلي وبعدين تغيرت الصياغة بالنسبة لي هي عامل الناس كما تحب أن يعاملوك مع الوقت تحولت بالنسبة لي عامل الناس كما يعاملوك وليست كما تحب أن يعاملوك واحد كلمة يكبر ومع تعامل مع الناس يكتشف أنه خلاص يعني أنا وصلت لمرحلة أن أنا يعني أبي أعملكم مثل ما تعاملوني وليس الصياغ الأساسي من الحكمة عبير ما الذي يبكيت وما الذي يسعدت؟ طيب خلينا في السعادة أو شيء اللي يسعدني أنه لما أسوي شيء يسعد الناس أو يسعد الآخرين لما أسعد أحد في شيء معين سواء كانت نصيحة يعني شيء مساعدة مادية أو معنوية هذا شيء يسعدني بطريقة ما تتصورها شيء يخليني أصيح أني أتألم من أي شخص مقرب يعني أشخاص المقربين لما أتألم منهم أو أنجرح منهم هني أنا أصيح بس شيئا إلا متى تشعرين بالإهانة؟ لما تنتقص من عملي أو تنتقص مني أنا أن أنت مثلا ما تعطيني المساحة أن أنا أبدع في شغلة معينة وبعدين تحسسني أن أنا مجديرة بهذه المكانة أو بهذه الفرصة وأنت في الأساس اللي ما عطيتني إياها ما عطيتني المساحة اللي أنا أبدع فيها أنا أحس بالإهانة بما أننا في الشهر الفضيل أي الأطباق اللي تتبدعين فيها وبمعنى هل تديشين المطبخ؟ سؤال محرج جدا لا أنا ديش المطاخي يعني أساعد الوالدة والي يعني ممكن أجهز لك مكونات الطبخة كاملة يعني أي طبخة تبيها بأجهز لك المكونات أعرف المكونات المكونات طبعا هذه المكونات شيء أساسي ترى يعني ممشي تستهين فيه بس أن أحضي على ذي أعرف ترى أحضي على ذي بس الوالدة مشاء الله يعني لا تحترقين لا لا يصرفي شيء لا أنت لاحق أيها الإخراج والإنتاج بعد مو بس الإخراج وبالنسبة للطبق اللي أنا أحب أسويه في رمضان صراحة أستمتع إذا أسوي أحب أسوي تخيل معاك هذه السمجات شيئة كبيرة في الفرن حوالينها الخضرة آه أنا من الحين يعترى أفضل ثلاث تطبيقات في تلفونيش ما استغنين عنهم طيب أفضل ثلاث تطبيقات هما الواتساب وانستجرام وتطبيق نبض واتساب تواصل انستجرام لأنه يمكن من التطبيقات أنا بالنسبة لي المريحة والسهلة في التواصل أنا بشكل عام أحب أنستجرام أفضل عن تطبيقات ثانية ونبض لأن أحب أتابع الأخبار أول بأول الشيء يصير على الساحة فوائد أثق في هاي التطبيق عشان جاي أحب أتابعه أبير أكبر مخاوفك أكبر مخاوفي أن أنا أفقد شخص عزيز ما أحب الفقد جربته من قبل محابة أن أجربه مرة ثانية فهذه أكبر مخاوفي للأمانة أسوأ عاداتك أوف أشي السؤال أسوأ عاداتي أن أنا أنسى في اللحظة المفروض ما أنسى فيها مش النسيان بمعنى النسيان أنسى ممكن لما يكون شخص يطلب مني مساعدة ممكن هذه الشخص أنا تأذيت منه من قبل لحظة ما يطلب مني الخدمة هذه أو المساعدة هذه أكون أنا نسيت كل شيء سيء هو سوافي في حقي دميل وأساعدة بعد ما تخلص المساعدة وانتهى الموضوع أبتدي أتذكر أنا تعالوا أنت ساعدتي هل شخص رأي أذاتك من قبل ما ساعدتي بس لحظاتها كنت نسيتها يعني صافة أنت بلحق السؤال عبير لو سمح لك بارتكاب جريمة واحدة فقط بدون عقاب أي الجريمة اللي راح ترتكبينها الناس وقب سرعة من غير مخالفات هالي أكبر جريمة خاطر إن أنا أخذ راحتي في السياق بدون مخالفات لازم كل سن أخذ لي واحدة أنت شخص استفدينه بروحك أمي أبدي بروحي وكل شيء الله يحفظها لك أجمل صفة تمتلكين أننا وائد أبتسم وائد أضحك حتى لو كنت زعلانة أنت لاحبت الشيء أنا على طول مبتسمة حتى أذكر بعض الأشخاص يقولون أنت مزع لي لا يوجد يوم أنت حزينة وحتى الأشخاص الحوالي زملائي وربعي لما مثلا أكون في شيء مضايقني أو هاي يتم منشري يعني عن ناظرة هذه أنت ما فيك ما تعودنا أنت دائما تحكين وتصوفين وصوتك عالي وصير عشفيج فلا أنا متعودة دائما أن أكون إنسانا مفتسمة وضحوك حتى لو أنا أكون مضايقة رياضة مفضلة لازم أندي رياضة مفضلة يعني ك مفضلة يمكن خاطر أجربها البادل أو التنس اللي حين حب في أنا من صغري أحب التنس بس ما كان في ما كان مجال مفتوح أو ما كان في اهتمام بهذه لا لا تنس أرضي ما كان المجال مفتوح أو ما كان في اهتمام بهذه الرياضة في ذاك الوقت بس الحين مع الشغل والشغل فما يمدي بس خاطر أنا أمار أصعب موقف تهربت في في حياتك أصعب موقف لش يتذكرني بهالمواقف أنا أصعب موقف يمكن هو تخذ لأربع وعشرين ساعة أو أقل من أربع وعشرين ساعة كان قبل يتوفى أبوي رحمة الله عليه آخر يوم زرته في المستشفى وأنا طالعة من الغرفة كان مركبين على الأجهزة وكذا قبل أن أطلع سبحان الله التفت قبل أن أطلع أنا آخر واحدة طالعة من الغرفة فقبل أن أطلع التفت عليه ورأت عيونه التحرك ودموعه تنزل وتم هذا السيناريو في بالي يعني عقب ثاني يوم قعدتني أختي جهزت يا بي حق الدوام وكذا قعدتني أختي قعدت لقوه ما يبوي عطاش عمرك كان هذه أصعب لا أخف لماذا أنت ذكرتني فيه صراحة ثلاث حيوانات تخاف منها حيوانات الحشرات لا تعتبر من الحيوانات بس أي شيء زاحب في الأرض صديق الفيران لا أخف منها كثير لزاوية حقول يعني ابني بعثتها في بناتي مع الزاوية لدينا مشكلة حيوانات 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 أخاف منها حيوانات مثل طيور أحطها على يادي أو طيور الجارحة هذه لها أظافر هذه اكتشفت مؤخرا أن أنا أخف منها يعني لا تفعل شيء بس أنا أخف منها يعني أشي شمخ أخف منها أقول لو كنتي شبح واضطرد من أطارد أطارد أي إنسان ظالم أي إنسان ظالم لأن إحساس الظلم ذي إحساس سيئ جدا 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 أنت تكون إنسان مظلوم من شخص أي أن كان ذي شخص قريب أو بعيد فأنا أي شخص ظالم أبي أكون شبح أو أحقا أنا أصبح دوافع للظلم يعني أنت لماذا ظلمت الأشخاص أحيانا الواحد يكون هاي طبعة أنا أتفع والله حبيت فكرات الشبح كأنني تخيل روحي شبح طيب يا عبير لو طلع لك المارد وقال لك بعطيش ثلاث خيارات ش تختارين؟ أقول لهم جدا من الكاميرا أو أخذ الكاميرا ثلاث أمنيات أول أمنية اللي فعلا أتمنىها يعني هي مو في يد المارد في يد رب العالمين يعني أن أخوي يصير بصحة وعافية أمنية ثانية أبي يكون عندي عصا سحرية أساعد كل إنسان محتاج مساعدة يعني المارد يعطيني عصا سحرية يعني لازم المفروض أنه يعرف يعني أقدر أن أنا أساعد أي شخص محتاج مساعدة أتمنى أن يكون عندي مشروعي خاص أتمنى سنين قاعدة أحاول أسعى الموضوع أن أنا يكون عندي أو أسس أكاديمية إعلامية عندنا في البحرين على أساس أن أنا أحتضن طلبة الإعلام والشباب الخارجين الإعلام وبس الخارجين حتى المهتمين في هذه المجال أن أنا أهتم فيهم أن أنا أعطيهم مساحتهم أنهم يبدعون فيها وبعدين ينطلقون الذي ينطلق في مشروع خاص أو أنه يتجه إلى وظيفة حكومية أو البزنس يعني فعيد ثلاث أمني أفضل كلمة تقولينها في خدام هذا اللقاء عبر جريز البلاد أول شي أشكركم على هذه اللقاء سعيدة جدا وعندما يلقاء سريع البسيط الأسئلتها وايد حلوة أنا أعود علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية ويبدعنا كورونا وخلاص يعني نشيلوا الكمامات بشكل نهائي وترجع حياتك قبلية بشكل نهائي إن شاء الله تسيق بلد في نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائنا متابعين جريز البلاد عبر برنامج سوالة رمضانية وتضعون إن شاء الله في الحلقة القادمة ونجم آخر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر